اهلا بحضراتكم مرة تانية لسه معكم من خلال الاهلي الليلة وفي بداية هذا اللقاء ارحب ضيفي في ستوديو قناة النادي الاهلي وواحد من نجوم الكرة المصرية ونادي الاهلي سابقا الكابتن احمد بلال مساء الخير يا كابتن احمد وصعدة بوجودك معك مساء الخير يا كابتن ربنا خليك انا لسعيد ان اكون موجود معاك يعني ممكن تانية او تالت مرة دي تقريبا من حسن حظ اهلا بيك ودايما بسعد بوجودك معنا لان بتنوارنا خلينا نبدأ برأيك في اداء النادي الاهلي في مباراة العودة وفي اجمال اللقائين امام كانو سبورت الفوز ستة صفر واربعة صفر في مباراة العودة شايف اداء الفريق ازاي في المباراة الافريقية بوس خلينا كلمك في البداية كده عن حاجة تانية مختلفة خالص يعني مش عن المكسب لان طبيعي ان الاهلي اكسب في دور الـ 32 وطبيعي ان الاهلي اكسب في دور الـ 64 وطبيعي ان الاهلي اكسب كان في دور الـ 16 ويصعد لدور الثمانية ده ده طبيعي لكن انا هتكلم عن نقطة الابرز والاهم في المكسب ده على وهي الثقة ثقة اللعبين في المكسب يعني احنا كان فيه اوقات السنوات اللي فاتت كنا بنلعب في الادوار دي بس تحس ان انت بتلعب من غير الثقة الكافية انك انت ممكن تكسب وتعدي او بتكسب وتعدي ما فيش مشكلة لان التاريخ بيسمح بكده والامكانيات بتسمح بكده ولكن ثقة اللعيبة في المكسب كانت تحس انها كانت قليلة شوية مش عايز اقول ما كنتش موجودا ده في المواسم اللي فاتت طب الى ايه لا شوية لكن انت النهاردي بتلعب وانت عارف ان انت تكسب العيبة عارف انها بتكسب فبتدور على حاجة تانية ممتعة بيتدور على اداء ممتعة بتدور على ازاي تنفذ الجمل التكتيكية اللي بيطلبها المدير الفني ازاي تحصل حالة الانسجامة الكبيرة جدا اللي كانت موجودة في المباراة اللي فاتت وكمان المباراة اللي قبلها ازاي ينفزوا فكر المدير الفني هو ده كان الأهم في المباراتين خاصة مبارات مبارات العودة مدير الفني كمان الحقيقة هو كل مرة بيبهرني يعني إيه الحاجات اللي لافتت نظرك لحد دلوقتي فترة قصيرة ولكن مبشرة جدا إيه اللي لافت نظرك في أداء واختيارات وإدارة فيلر للأمور الفنية أشوف أنا هقولك على حاجة يعني مبدئيا المدير الفني لما بيقرأ اللعيبة بسرعة ويعرف إمكانيات فرقته بتبقى حاجة مبشرة جدا يعني أنا أكون آري فرقية كويس قوي عارف إمكانيات اللي موجودة إزاي قدر أستخدمها إزاي قدر أستغلها في أحيانا كتير جدا مديرين فنيين يبقى عندهم إمكانيات كبيرة من العيب ويبقى عارفينها لكن ما يقدرش يستغل الإمكانيات اللي موجودة عنده دي ما يقدرش يوظفها صح فيلر يمكن موفق جدا في الحتة دي أربع مبارات في تلت بطولات مختلفة بطولة إفريقيا، بطولة الدور العام، بطولة السوبر المصري موفق في التشكيل بشكل رائع جدا موفق في التغييرات بشكل هايل جدا موفق كمان في التدوير، تدوير اللعيبة مين هلعب النهاردة، مين هلعب بكرة، حطي مين النهاردة، حطي مين بكرة عجبني جدا لما حط صلاح محسن في مبارات مبارح وكنت أنا بنادي بالكلام ده، كان قبل المبارات بيوم كنت بقول لازم صلاح محسن ياخد عشان مهم جدا زي ما أنت كمدير فني تحب تكسب ثقة المدير الفني كمان مدير فني لازم يكسب ثقة العيب وحبوه مهم جدا الحتة دي، يعني دي من العناصر خد بالك نحن يحسس كل اللعيبة لهم في حساباته يخليهم دايما مدركين أنهم مهمين ولهم أدوار هي دي البوينت المهم يعني أنت دايما هنا للأسف، نحن هنا في مصر بنبص دايما اللعيب الأهم، اللعيب الأهم هو اللي يكسب ثقة المدير الفني دايما بنبص للحتة دي، لكن ما بندورش على العكس ودي حاجة مهمة جدا انت لاحظ النهاردة جوارديولا ازاي بتعامل مع اللعيب كل المدير الفنيين، يعني النجحين بيتعاملوا ازاي مع اللعيبة بتاعتهم هو دا النجاح، إن أنا كمان مش بس أنا اللعيب يكسب ثقتي، لا أنا كمان لازم أكسب ثقة العيب أحاسس إن كل اللعيب عنده قيمة بالنسبالي إن أنا هحتاجه في وقت ملاقوات ما حطش 13-14 اللعيب جدا، شكل كفير يعني أنا هقولك على حاجة لو دينا مثال إن صلاح ملاقبش مبارح، صلاح محسن وهو الموضع لدكة البودلاء من ساعة من راجل دا جي وبيشارك يعني وجي وليد أزارو هو اللي لعب المبارن بارح وصلاح ما شاركش كان يبقى موقف صلاح محسن إيه نفسيا على الأقل أنا مش هكلم على الموقف اللعيب المحترفة وكل واحد عارف دور وممكن يحصل الكلام دا أخذ بالك مع مديرين فنين كتير جدا لكن أنا بكلمك عن إحساس اللعيب الداخلي إحساسه قيمته الداخلي أنا كالعيب إزاي؟ يعني بعد فترة أنا موجود ما بيعتمدش على مديري فني بيجيب واحد جاي من آه هو اللعيب الأساسي وليد أزارو قيمته كبيرة جدا ولكن أنا موجود معك بقلي فترة والمباراة تسمح خذ بالك من حتة المباراة تسمح دي والمباراة تسمح لنا شارك فيها فهو ده الزكاء هو ده الزكاء المديري الفني اللي أنا أمكان الحقيقة يعني بقى أعول عليه الفترة اللي جاية دي أن راجل فعلا بيستخدم زكاءه من يعني مش من الزكاء أنك تشغل بـ 13-14 العام كمان قليو ديانج موجود في الملعب أحمد الشيخ حنا أقدر أكلمك على باية اللعبة هي نفس الفكرة طبعا الفكرة بشكل عام لكن أنا بديك يعني مثال مثال كان واضح أنا بالنسبالك لأن أنا مهاجم وعارف طبيعة المهاجمين إزاي يعني أنت طبيعة المهاجمين مختلفة شوية عن باية اللعبة اللي موجودة في الملعب إزاي لأن المهاجم خد بالك المهاجم ده يعني بيحتاج فرص يعني قليلة جدا عشان يشتغل عليها لكن اللعبة التانية خد بالك الموضوع المختلف لأن اللعبة التانية ممكن يؤد في الملعب وأداء ويعجبك وما يعجبنيش وهو الموضوع السياني يعني المدير الفني ما بيعولش على حاجة محددة لأن المهاجم في النهاية الجمهور نفسه ممكن يتقبل أداء منك متوسط لكن ما تقبلش أداء متوسط من المهاجم لأن أداء متوسط من المهاجم ده معناها فضيع أهداف معناها تشتيت تركيز في الملعب معناها عدم خلق فرص دي كلها أداء متوسط بالنسبة لعيب المهاجم لكن بالنسبة لعيب نص ملعب ممكن الأداء يبقى مقبول في أوقات كتيرة جدا جدا في أوقات كتيرة لعيبة في الملعب بيبقى أداءها متوسط الأداء وبتفضل موجودة في الملعب بس رأس الحربة ما يحتملش لا يحتمل الكلام رأس الحربة فمحتاجينه دايما يبقى في الطوف فور ما يبقى جاهز بالزبط محتاجينه دايما موجود في الملعب دايما بيكامل تركيز وتركيز 100% انت في بعض الاحيان الثانية بتفرم على السنتر فورو الثانية مش عقولك الديئة الثانية بتفرم معاه التشتت لو شت لو شت ثانية ممكن يضيع يعني بطولة كاملة مش 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 اقول فرصة بيضيع بطولة كاملة يعني عشان كده بقولك انا بحيي طبعا بالاضافة للاختيارات التانية زي ما انت قلت احمد الشيخ كان موجود في المعب مرحة علي يوديانج انها فرصة جيدة عشان نقدر كمان ان احنا نفكر في ما ننسهوش مهم جدا خد بالك الجمهور ما انساش اللعيبة يعني باش عندي 3 ا4 اللعيبة موجودين وانا انساها ابتدي افتكرهم لما حصل عندي اصابات لا دي مهمة جدا طب انا عايز سألك سؤال تاني برضو الناس بتفكر فيه طول الوقت وهي بتشوف التغيرات دي في الفريق ومبسوطة بيها بتشوف عدد كبير من النجوم اللي في القيمة بيشاركوا وقلت من شوية في كلامك انه المباراة كانت تسمع وفيه ظروف مباراة ونتائج تسمع بالتجريب حد طيب على المدى الطويل مع الفريق افريقيا ومحليا والمباراة كل ما بتزداد صعوبة في مستوى المنافسة وفي المباراة اللي بتبقى في ادوار حاسمة سواء في الدورة يا بطولة افريقيا هل شايف انه ممكن منهج فيلر نكمل بي ومكسب للفريق فكرة ان الكل جاهز وانه نقدر عمل روتيشن في اي وقت وانه كل اللعيبة جاهزة وفيه سباق بينهم ولا ده حيبقى لمتد شوية في الفترة الجاه بص مش حيبقى لمتد قوي يعني تمام ليه انت عندك اربع بطولات في السيزم تمام وانت عندك المباراة قريبة جدا من بعضها فعمالية التدوير اه هتم مش بالشكل ازا مش زي ما شفنا مبارح ان انت بتغير اربع خمس لعيبة في التشكيل الاساس لأ انت ممكن كل مباراة يبقى فيه لعيب يبقى فيه اتنين لعيبة خد بالك انت لما تغير كل مباراة اتنين لعيبة ده مش هيأثر بشكل كبير جدا على الاداء وعلى المستوى بالعكس هيضيف في بعض الوقت اللي بيضيف هديك على سبيل المثال بتلعب مباراة بتحتاج انك تغير ولا لا في المباراة نفسها بتعمل تغيرات ولا بتعملش بتعمل تغيرات التغيرات اوقات كتير جدا بتكون اجابة مش سلبية صح كذلك التشكيل نفسه بداية التشكيل لما تعمل يعني حتى دي نوع من انواع المنافسة يعني انا هكلمك مثلا على الفرق الكبير الفرق الكبيرة يعني مثلا ديك مسالي بجوردينو الان هو المدرسة الافضل في العالم في الوقت الحالي مفيش مباراة بلعب ب 11 لعيب كملي مفيش مباراة كاملة بلعب ب11 لعيب كملي دايما فيه لعيب بيبقى موجود ولعيب بتشال وده مطلوب بشكل كبير اخد بالك أنا مش هنفع تلعب ب13-14 لعيب حوالي 50-60 مباراته للسنة صعب جدا برضو عندك إصابات عندك إقافات في لعيبة تحتاجها في لعيبة هتدور عليها يمكن مشكلتنا السنين اللي فاتت دي نحنا كنا بنعتمد على 13-14 لعيب هو دي القام الأساسي عشان كده لما بيتصب 2-3 بنفضل نحتار يعني الموسم اللي قبل اللي فات عندنا تكمل مصابات رهيبة جدا كتيرة جدا وعندك لعيبة مش جاهزة فبالتالي أنت محتاج تجاهز لعيبة بشكل كبير وبشكل مستمر عشان لما تحتاجهم يبقى موجودين في المعاعة بس هنقف عند جورديولا شوية ونرجع نكمل كلامنا عم شور الأليف أفريقيا لأنه حصل عنده ظروف خاصة بإصابات وعدم جاهزات مدافعين في الوقت اللي هو كان قرر بالتنصيق مع كامباني اللي بيقوله عليه الكابتن أو قائد التاريخي المان سيتي أنه يعتزلي في نهاية الموسم هو ما حدث في ناس كتير كبير تشوف أن كامباني هو أفضل مدافعي مان سيتي في الموسم اللي فات وأن الهجمة لما كانت بتنتهي بتنتهي عند كامباني هو العلامة البصمة الواضحة في الفريق في الدفاع رأيك إيه في أداءه وهل كان قرار موفق ولا لا أنه ما يكملش الموسم موسم من أشك كامباني كان من يعني اللعب اللي رجع المان سيتي في البطولة السنة اللي فاتت طبعا بالهدف اللي جابه في الاستر سيتي يعني وده كان هدف الفارق بالنسبة للإستر سيتي في البطولة نفسها ولكن في بعض الأحيان بيبقى فيه في اتفاق كده ما بين اللعيب ونفسه اللعيب وشخصيته يعني داخليا بينه بين نفسه وبينه وبين المدير هو راضي بيحققه وبتنع خلاص من دالة هل أنا قادر أن أنا الموسم القليل لا ينخد بقى كل موسم بيختلف عن التاني يعني كل موسم بالنسبة للعيبة الكبيرة خاصة هو كبر وبقى له فترة طويلة مع مان سيتي أنه هو بيختلف شوية عن الموسم اللي بعديه هل يقينها هيتحمل هل ممكن يتحمل الضغط طول الموسم بنفس الشكل هل جسمانيا بدنيا يقدر أنها يكون مستعد بالضبط تمام يعني فيه لعيبة لتقبل أن هي يعني يتقلها أنت مش موجود معاي أو أنت مريح أو أنت مش هتقدر أو المباراة دي صعبة لدرجة أنه أنت ممكن ما تلعبش فيها فيه لعيبة ممكن ما تقبلش التاريخ بتاعها لا يسمح بهذا الكلم فممكن يكون العلاقة اللي ما بين كامباني وما بين جوارديولا سمحت ليهم بالحوار في النقطة دي عشان كده ممكن يكون أخذ القرار الصائب بالنسبة له شخصين أو الصائب بالنسبة للمان سيتي ولكن أنا بشوف أن في بعض الأوقات اللعيبة اللي عندها الخبرات مطلوبة مطلوبة مش بس في الملعب يعني ممكن خارج الملعب كمان ممكن في الدريسينج روم في حاجات ما تتحلش غير باللعيبة اللي عندها خبرة لعيبة كباتلة ده هو الحقيقة كمان كان داخل الملعب مؤثر جدا جدا أنا مش بكلم بس علاقة معنا كان داخل وكارج طبعا 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 فممكن يكون هو ده الاتفاق اللي وصل ما بين كامباني وما بين جوارديولا إنه هو خلاص ده الموسم ده والموسم النهائي بالنسبة لي وخلاص والعلاقة ما بينه وما بينه زي ما حصل خد بالك برضو مع نياستا قبل كده ومع جافي هرنندس برضو حصل معهم نفس الموضوع نقوم بالاتفاق مع برشلونا إحنا مش رأينا نكمل بعد كده نحن نكون موجودين طيب أنا هرجع بس الخبر تاني متعالق بالبطولة الأفريقية بعيدا عن نادي الأهلي طالما انتقلنا للحديث عن كامباني وعلاقته بجورديولا ومان سيتي ونرجع نكمل كلامنا عن مشوارنا الأفريقي لأن ده حدثنا الرئيسي النهاردة في الأهلي ليلى كان عندنا خبر وتم إرجاء الحديث عنه خلال فقرة الأخبار لحين التأكد من مصدر من الاتحاد الأفريقي مصدر رسمي بصحة ودقة هذا الخبر لأنه كان أثير جدل عن مدى صحة هذا الخبر دلوقتي زملائي في غرفة التحكم أفل كنترول بلهوني منذ قليل الخبر ده تم تأكيده عن طريق مصدر رسمي في الاتحاد الأفريقي فهنترح على كابتن بلال هذا السيناريو في حالة التأكيد مرة تانية وأن هذا الخبر ما فيش أي خلافة على صحته وهو إن حدث سيبقى بنتكلم عن سيناريو قادم أو كيف تدار هذه الأزمة وتم تأكيده مرة تانية زملائي بيأكدوا لي للمرة التالتة صحة هذا الخبر إن اتحاد الكرة المصري تلقى من نظيره الأفريقي أو الكاف خطاب رسمي يفيد تعليق موقف مباراة الزمالك وجنراتيون فوت السنغالي تفاصيل خبر بتقول تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابة رسمية من الاتحاد الأفريقي للعبة يفيد بتعليق نتيجة مباراة الزمالك وجنراتيون فوت السنغالي في إياب دور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا لحين المراجعة من قبل لجنة المسابقات وعلى الاتحاد الأفريقي قراروا بأن المباراة تم نقلها لملعب برج العرب بالإسكندرية على رغم من إقامة ثلاث مباراة في الدوري المحلي بالقاهرة وهي أمبي وطلع الجيش أفسي مصر وأسوان المقالون العرب وصموحه خلال الأسبوع الماضي كابتن بيلايل بتشوف إزاي السيناريو ده وممكن نخرج من السيناريو ده ونتجاوز الموضوع ده إزاي التنسيق اللي هيحصل أو المطاقة هيحصل مع الأطراف المبارادي والاتحاد الأفريقي بصخنا الأول سؤال الحكام راحة الملعب هو ده السؤال راحة الملعب طاقم التحكيم برضو زملائي في فريق العداد بيؤكدوني أن طاقم التحكيم كان موجود ومستعدين للمباراة طاقم راحة الملعب بناءًا عليه أكيد بناءًا على اختار وصدوم من الاتحاد الأفريقي أكيد مش الاتحاد المصري لهم رحوا ملعب برج العرب أكيد اختاروا من الاتحاد الأفريقي أعى تكليف لهم بإدارة المباراة من الاتحاد الأفريقي من هما ينتقلوا أو المباراة انتقلت من ملعب بيترو سبورت لملعب برج العرب أكيد وإلا مايرحوش هناك ما أعتقدش يعني أنهو لما فيش خطاب موجه رسمي أو اختار موجه رسمي للحكام مش هيروح أكيد ملعب برج العرب أكيد مش نادزة مالك تصب بيهم قال لهم الملعب الملعب خلاص اتنقل فبالتالي بنقل عليه انتقلوا يعني أكيد ما أعتقدش يعني فبالتالي إذن ده لو كلمي صح يعني ما عرفش بقى هو هو احنا لسه يعني ما قدرش أقول معلومات أكثر من هذا إلا أنه تم تأكيد وصول هذا الخطاب الرسمي الصحيح من الاتحاد الأفريقي صحيح أنه أرثل يعني مش بنقول محتواء وهتنتهي الأزمة على إيه أو بنصدر أحكام بنقول أن الخطاب تم احنا مش طرف احنا بنقول الخطاب تم أنا فاهم طبعا وصوله وأنه خطاب رسمي صادر عن الاتحاد الأفريقي وموجه لنادي الزمالك يختروا بتعليق الموقف الخاص بنتيجة هذه المباراة ولسه بقى في ترقب طبعا هو بس سؤالها محمد يعني السؤال هل الاتحاد الأفريقي لما الاتحاد المصري خطبه أخطر الاتحاد المصري المباراة سيتم نقلها وأعلم بالتالي الفريل السنغالي بنقل المباراة ولا لا ما هي الفكرة كلها في الموضوع كله في الحتة دي أنه هل مثلا جي خطاب رسمي من الاتحاد الدولة المصري أنه في مشاكل أو في دواعي أمنية لا تستوجب نقل المباراة فبالتالي الاتحاد الأفريقي نقل المباراة ده موضوع تالي تمام فبالتالي الاتحاد الأفريقي نقل المباراة وجنراسيوم مرضيش عشان خاطر أن المباراة لم مفترض أن الجواب عبليها بعشر تيام هو دلوقتي القصة ما بين الاتحاد المصري واتحاد الأفريقي ما هنتقدش أن الزمالك طرف في الموضوع من وجهة نظر الشخصية خلينا نستنى نتيجة ردود الأفعال على إرسال هذا الخطاب من الاتحاد الأفريقي لنادي الزمالك وما ينتج عنه أكيد الأزمة دي هيعلن طبعا نهايتها خلال الأيام القادمة وكيف سيتم التعامل مع الأمر من خلال الناديين الطرفين في هذه الأزمة النادي الزمالك من مصر والجنراسية ونفوت من السنغال والاتحاد الأفريقي لجنة المسابقات وما تصفر عنه طبعا المباحثات اللي حتم لحل هذا الأمر أو السيناريو القادم بعد هذا الإعلان عن تعليق نتيجة هذه المباراة خلينا نرجع للنادي الأهلي مرة تانية وحرجع لفكرة أنه تركيز كل اللعيبة أنه محتاجين اللاعب اللي حتى بيخرج من قائمة أي مباراة يبقى مركز ويبقى موجود حتى لو فيه تدريب لمجموعة مش هتشارك خرجت من قائمة مباراة إلى أي مدى احنا في الفترة دي محتاجين تركيز وجهود كل نجمنا بنفس الجدية والجاهزية وبنفس الدرجة في الأول وفي الآخر اللاعب هو اللي محتاجي الرقم واحد يعني الحاج يبقى دايما جاهز محتاج يبقى دايما مركز متأهب لأنه خد بالك الخبرات اللي احنا اكتسبناها من خلال يعني المراحل اللي قدنا بيها بتقول أن دايما في الأول وفي الآخر اللعيب اللي مش جاهز هو الخسران رقم واحد يعني أنا كالعيب لو مش جاهز هبقى أنا للخسران لأنه لو جاءتلي الفرصة وأنا غير مستعد هبقى أنا خسران يعني هرجع لك برضو يعني هديك مثلا من أوروبا يعني هرضا الرياض محرز تفرج عليه ده لو ده العيب كان أحسن لعيب في الدول الإنجليزي وصل لأحسن لعيب بيتنافس سعى صريف الدول في أوروبا راح منشستر سيتي ما بيلعبش لاعب فترة وقعد تاني تدى الموسم عمل مباراة رائعة مباراة السوبر أمام ليفربول عمل مباراة رائعة جدا جدا بس ثقفته بقى لما بيتم الدفع جيبي بقى جاهز هدي الفكرة دي نك لما تقعد ماتشين تلاتة بدون سبب يعني برضو خلنا نقول بدون سبب برناردو سيلفا لعب عليه وكان أقل مستوى أقل منه وليه الراجع عليها بمباراة وقد أدى أداء رائعة جدا هو ده التركيز هو ده قيمة اللعيب نهارضا بتحرج المدير الفني بتقوله لا أنا موجود أستحقها زين مكان استحقها كل موجود كرة القدم معروفة بالتدوير يعني هي مدورة ما بنقول يعني يعني ممكن تيجي لك فترة يعني هي أبسان داون تمام شوية فوق شوية تحت شوية مستوى كعالي وشوية أليل دا بيحصل مع العيب في كل حق ومستوى الفني في الاهتمام الإعلامي به بالضبط مع كل اللعيبة مع كل اللعيبة حتى كمان الأندية انت مش كل ما تدخل في بطولها تاخدها استحالة يعني بطولة أفريقية بتاخدها السنة ممكن السنة اللي بقى متاخدها خبرتك يا بلال كواحد من نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر لما لو عايز تنقل الخبرة دي اللي تجيل حالي في النادي الأهلي تقول لهم إيه عن الفترات المشابعة اللي كنت تمكسر الدنيا فيها بلغة الكرة وبتعمل فيها كل حاجة وأداءك رائع سواء مع المنتخب أو الأهلي والفترات اللي المنافسة ما كانتش لصالحك أو كنت بتخرج من حسابات أو مش جاهز أو راجع من إصابة أو لسه في مرحلة فيه فترات كنت بتخرج للاحتراف وترجع وفيه تجديد ومفاوضات وبتقاش لسه 100% مخك في الملعب إزاي خبرتك تخليك جاهز أداءك وتدريباتك وأداءك في المباراة ما بين كل الحاجات الخارجية التانية استبعاد المدير الفني لك تمام عدم لعبك المباراة رأي النقاد والصحفيين فيك سواء إذا كان إيجابي أو سالبي افصل كل ده وركز بس فقط لغير في التدريب والمباراة اللي انت بتاخدها فيه لعيبة جدا بتتأثر بشكل كبير جدا برأي الإعلام برأي السوشيال ميديا ممكن المدير الفني يكون غير مقتنع بك في الفترة الحالية فيه أوقات كتيرة جدا بيبقى احتياج المدير الفني لبعض اللعيبة مش في التوقيت ده يعني النهاردة ممكن محتاجش مثلا لعمر السولاي هندي مثال باللعيبة اللي بتلعب مش هنقول للعيبة اللي بتلعبش لعمر السولاي هو شايف أن المباراة دي أو التوقيت الحالي شايف أن أنا ممكن احتاج لعيب تاني بمواصفات تانية مختلفة ده ما يقللش من الإمكانات عمر السولاي إطلاقا خالص على فكرة ما يقللش من الإمكاناته نهائي ده بس فكرة أن المدير الفني محتاج لعيب بمواصفات مختلفة أو خلاص وصل معاك أنه ضامن إمكانيات عمر السولاي هنا ممكن وممكن يكون بيريحه ويجاهز بديل جاني يعني عايزين عنده أكتر من عمر السولاي أو شايف أو شايف وضوضع طبيعي خد بالك أنت المدير الفني في الأول وفي الآخر هو بلاعب 11 لعيب أنت الفرق قامة 30 لعيب وأنت بتلاعب 11 لعيب فبالتالي هو بيبقى حريص إنه ممكن هو لو كان على المدير الفني في الآخر بالتلاتين لعيب اللي موجودين عنده ممكن وفي النهاية كل مرش حيبقى فيه 19 واحد ما لعبوش بس بس الزبط ده وضع طبيعي وفيه أربع وفيه 13 واحد أو 14 راحب بلعبو تمام والباقي برضو من التاسع من التسعتاشر التانية الخمسة ما بلعبوش ده وضع طبيعي في كورتر لكن الفاكرة كلها في الجهزية يعني أنا ممكن أديك أمثلة كتيرة أنا كمثال كنتش بلعب وكنت دايما مركز في بدايات ومركز في التدريبات والمشاة لما جات الفرصة لعبته وكملته الزاكرة أكبر هي في التفاصيل إحنا عايزينك تحكي لنا موقف دلوقتي لو نفتكير مع بعض أزمة مريت بيا خلاله مع مدير فني أو فترة معينة كنت شوية بعدت ورجعت بقول أنا هقول لك على حاجة أول ماتش رسمي كان هو مستبعي أنا برد 18 خالص يعني دي حاجة كده يعني إيه برضو للناس اللي بتحب تعرف التفاصيل بتاعة كرة الصغيرة أول مبركة السويس في السويس وكنت أنا برد 18 خالص كنت أنا عندي 19 سنة ساعتها تقريبا 20 ساعة ما لا روحتش المبركة غلبنا 1-0 في السويس رجعنا تاني على القاهرة باللعب للتحاد سكندري كانت مبركة غير مزعة في استاد القاهرة أنا متذكر استدعاني مسترمانولي للقايمة ما كنتش هلعب يعني لقيته حاططني أساسي وأنا كنت متنوعا كويس جدا لفترة دي حاططني أساسي كسبنا المباراة دي 2-1 وسجلت أنا هدف الهدف التاني هدف المكسل بعدها على طول لعبنا القناة في القناة لعبتك كويس قوي ما كنتش مقايد أفريقيا في الموسم لعبتك كويس قوي وبعدين خاركت وهم لعبوا أفريقيا لعب خالص بعيدت شوية عن حسابات جدا أنا بعيد برة 18 تماما وإنت من لعيبة لازم نرمي للناس من لعيبة اللي ما بتحبش تبع بعيدا خالص بتدقي جدا من موضوع البرة التشكيل وعادت الكلام ده نص موسم كامل أنت متخيل أنت لعيب بلعب نص موسم كامل يعني بس أنا في الفترة دي يعني كان فتر عارف أنت المفارقة ما بين أنك بقى يعني تكون أو لا تكون يعني يعني يأكز قوي يا إما استسلم بقى يا إما خلاص بقى فأهم عظيم ما بلعبش خلاص بقى أروح ألعب فيه ورجعت إمتى المرحلة وصف دل والله العظيم يا محمل يمكن الكلام ده أول مرة حكي أنا في الفترة اللي ما كنتش بلعبادي كنت كل يوم الصبح هما كانت تدريبات العصر فأنت طبيعي التدريبات تبقى خفيفة عشان فيما تشاهد فأنا كنت كل يوم الصبح ساعة تسعة الصبح أو ثلاث يام في الأسبوع عشان الحلفان يعني يوم بعد يوم يعني أروح الهرم 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 أتمرم في الرملة أجري بتاع مسلا ساعة للربع وعمل شارية التمارين وبتاع وشارية وروح البيت خالص ومش مركز فاحة خالص قلت بص وقت ما تيجي الفرصة ولا عب ما حتش طلب منك ده خالص هتش طلب مني خالص الكلام ده أنت الفرقة بتلعب وأنا باتمرن عادي موجود في التدريبات مع الفريق ولكن كل يوم كنت بعمل كل يوم بعد يوم يعني بعمل الكلام أروح الهرم الصبح أتمرأ أجري ساعة كانت الفكر أنا كنت صغير سنانا فيكو تعرف بقى تروح الهرم وتتمرن في الرملة تديك باور وفعلا دي حية فعلا خلاصوا بتولي أفريقيا نخلنا الدور التاني وأنا برد وانا برد برد 18 ومش مستئة جدا يعني كانت الفترة دي فعلا لأن فعلا أنا يعني قررت أن أنا أتمرأ بس لو ما وفقتش في الأهلي أكيد هو وفق في حتة تاني لأن خلاص أنا بعمل مجود يعني فوق طبيعة يعني مستني نتيجة المجود مش مستني بس التوفيئ بتاع ربنا سمعها تعالي جي خلصنا الدور الأول دخلنا في الدور التاني أول ما برد برد 18 ثاني مورا برد 18 الأهلي بلعب من منصورة في المنصورة هو بالزبط كيف يحكي لك إلا هلي بلعب من منصورة في المنصورة كسبنا 1-0 هناك جي بيبو خد انزار تاني خلت بيبو علاء إبراهيم كان مصاب ما عرفش إيه المهم فلاقيت مستر منول حطتني في 18 مطش التالت مطش اللي بعديه اللي كان القناة عندنا هنا في القاهرة مباراة القناة تالت مطش في الدور التاني تالت مطش كامل خالص ما بتلعبش السؤال المهم حطتني في 18 والله كان حتى أمير أبحميد على جنبي في المحاضرة فمسر كان ساعات بيغلط في الأسماء بتاعت التشكيل يعني فهم عواية كتيرة يعني يعني ما يقول مثلا فلان يقعدين يقول سوري ويقعد ما كانوا فلان تاني وهو بيكتب فالمهم هو بيشرح طريقة اللعب ففيرو بلال فأنا قلت يمكن فممكن بعدية بشوية وهو بيكتب هيكتب فلان يعني التاني أي حد يعني كان ساعتها معنا فاروو وتشيرن وعلى إبراهيم كان معنا لعيبة كتير ويسعرها كامل وشاوس عجل فأولت أكيد هيحط واحد مكان يعني وعلي ماركب موجود في الفرق فأنا قاعد عمالين نسمع 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 تمام وأنا يعني عاد في المحاضرة مركز بس يعني عارف اللي هو ما خلاص فيش علعب يعني فالمهم راح جاي بيكتب وكتب بلال تمام وخلصنا المحاضرة ومشينا كان كابتن أبصاد موجود فأطلعت قلت له كابتن اسأله أنا أقول لا عشان ده بينسى كتير قلت له راح اسأله أنا أقول لا فحتى كابت أعلى نفسه يعني أكيد أنت برا بقالك 14 مج بس أنت خايف أنك تحبط زيادة أنه تقال أنت تتلغبط وتبني حساباتك أنه في مشاركة ما خلاص بقى هتقاهم نفسك وبعدين هتلاقي فأقول تلوك بتعلي اسأله بعد إذنك يعني أنا أقول لا عشان إيه الأمور كده ده المطش بيع لي ساعة فرح فقالك سأله فقال له آه بلال هيلعب النهار فأجي كلمني قال لي بص أنا شاوك بتتمرن كويس وهو هو بقى مسترمان قبل المطش على طول قبل المطش بعشر ده بالزبط تمام جاب المترجم وقعد وقف معي قال لي شاوك بتتمرن كويس قوي وقال لي هي بص هو آه أنت بالك كتير ما بتلعبش بس أو لعيب فرصة وانت النهار ده جات لك فرصة يعني ورين كويس تمام وكتفيه ظروف ان انت بعيد فانزل لالعب ما تلقش من حاجة وانا معاك يعني طول طيب خلاص ماشي انزلت لعبنا المباراة كسبنا اتنين واحد وجبت الجون التاني وربنا وفقاني واللي بعدية على طول لعبت البلدية شوف فرط نفس يعني هنا اللعيب يرجع يفرط نفسه ازاي ورجعت لقابة المريخ السوداني هنا في قائرة في افريقيا اول جبت جونين كسبنا المباراة ننصف وبعد كده خلاص يعني كملت وكان داي ممكن هو ده المردود بتاع المجهود اللي انت بتعمل التوفيق بتاع ربص كمان انا عايز افكر السادة المشاهدين بحاجة نقول بقى اصرار كلها احمد بلال كان من اللعيبة اللي وزنها بيزيد كان لعيب قوي جدا تكوين بدني وعضليا قوي جدا صعب جدا في الالتحامات حد ياخد منه الكورة بيقدر يحجز على كورته كويس متعب جدا للمدافعين بحكم طبيعته تكوين الجسمانية واكتهاده في التدريب كان وزنه بيزيد في موسم من المواسم كنت راجع مش فت راجع من فترة غياب او اصابة او عدم مشاركة وكنت بدأ المعسكر الاوروبي معسكر الفريق برا مصر ووزنك زايد ووزنك زايد شوية حلوين ورجعت فت بشكل مش معقول قاله ساعتها لك اكتر واحد خس وجهز بدنيا في المعسكر ده بصنا كان عندي اصابة كان عندي اصابة مع مستر بن فرير وكنت بتمرر نص التدريبات بس يعني نص التدريب واطلع نص التدريب واطلع لان كان عندي اصابة ما لغاش عليك المهم الحمدلله جينا بعد المعسكر كامل يعني خلصنا المعسكر البتاع جينا على القائرة هنا عشان نبتدي بقى المتشات الودية انا عايز اقول لك ان حتى اللعيبة نفسها اللي كانت معايا يعني كانوا مستغربين جدا خسيت اربع كيلو العيبة نفسها يعني اللي معايا ما كلمش بسدقين انا عادت طول الفترة المعسكر اللي هناك يعني ادوب باكل صلطة وحاجات خفيفة وبالليل ما فيش عاشة خالص وكمان دايس على نفسك جدا جدا في التدريبات يعني حتى هما اتمرر اصبعا جهاز الفني اللي قال ان بلال اتمرن وبزل مجهود ضع في اي لعب في المعسكر ده لان كنت امرر مرة تانية لانا كنت بخرج من نص التدريب بس بكمل يعني بقعد ساعتين تلاتة كده وبعدين اتمرر الواحدة تاني كنت بروح لجم الصبح يعني غير العيب يعني فانت المجهود اللي بتعمله ما بيضعش استحالة فده اللي انا عايز اقوله اوجه الرسالة للناس كلها يعني ده موقف موقف تاني برضو حصل معايا فكرك بعد ما مشيت من الاول الفترة الاولى اللي هلأ اولاني قبل الجوزي بقى مسترمان اللي يجي وكنت خلاص يعني احباط غير طبيعي يعني فماشر من الاولي وعندك احباط غير طبيعي وكان ساعتها شوقي غريب كان مسك المنتخب الاولمبي وبتاعه وكان فيه فرانكفون بعدها خلاص وانا بتمرن يعني خلاص مشيت من الاولي انا راسمي يعني مش فيه محاولات لا بتمرن مع الفريق الاول ولا مع ناشرين ولا حاجة وانا بس خلاص قبل الموسمة اخذ بشعرين عادت فترة طويلة جدا اتمرن بقى الوحدي وبتاعه رحت الفرانكفون رحت فرانكفون تعلقت فيها البطولة وقته ده في المنتخب فرانكفون وعملت بطولة عملت بطولة هيلة جدا فهي دي بص هي دي الافكار المفروض تكون موجودة عند اللعيب ان انا منعرض انا كلعيب انا مهنيتي كلها شغلتي كلها لعيب كورة مش حاجة تانية يعني شغلتي كلها لعيب كورة يعني انا لازم اركز بتدريباتي لازم يحافظ على وزني لازم يحافظ على تركيزي تمام لان التركيز يعني عدم التركيز يخليك تتصاب التفكير الكتير ما بتقدرش تنام فبالتالي تصحى الصبح جسمك تعبان فبالتالي معرض للاصابة اكتر بكتير جدا فانعايز اقولك ان اللعيبة فعلا والفرص بتيجي ما فيش حد في العالم كله ما بيخدش فرص استحالة يعني ما فيش حد في العالم في اي فرقة من الفرق ما بتجيلوش فرص يا في مباراة ودية يا في مباراة رسمية انت وامكانياتك انت ومجهودك انت وتركيزك لعيبة لعيبة النادي الاهلي الموجودين كلهم اسماء كبيرة فيش حد صغير حتى الصغار في السن اسماء كبيرة اللي يخرج بره مش مهم من نهارة يعني صفقة صلاح موصن هو لعيبة ولد نجم انتقاله اللي قالي كان ضجة اعلامية وصفقة ضخمة جدا فعليه مسئولية من اول يوم انتقال بالزبط مش مهم من النهاردة تلعب مش مهم من النهاردة لكن بكرة اكيد هتلعب بكرة اكيد هيجي لك فرص يعني صالح جمة قعد فترة كبيرة جدا منتقد رجع كان كل الناس بتشيط بأداء نهاردة مش موجود برا مش موجود فرقة النادلان بكرة اكيد هيبقى موجود هي دي طبيعة كرة القدم يعني الاصابات كتيرة الغيابات كتيرة التوفيق وعدم محتاجين كل لعيبة يعني في كرة القدم برضو عشان الناس تبقى فاهمة انا كفرود ممكن اعمل كل حاجة عشان الكرة تخبط في العرضة وتطلع بار اتبدل ينزل الفرود تاني يشطها الجول يجي مسكها تخش جول هو ده التوفيق وعدمه طب انا عايز اسألك عن الفرود الفترة اللي فاتت الموسم اللي فات معظم الجوان الاهلي ما كانتش عن طريق المهاجم الصريح معظمها في مباراة طبعا احرص فيها صلاح اهداف او مروان محسن او ازارو لكن ما كانتش اهدافهم كتير مش غزيرة فضلت الناس تتكلم مع الانتقالات الشتوية والصيفية وكل الصفقات اللي تمت في الفترة لفاتة الاضافات الكبيرة للفريق ان فاضل فرود فاضل فرود عايزك تتكلم بمنتهى الموضوعية عن فرودة الاهلي تقولي ايه الميزة اللي بتشوفها دلوقتي وايه الحاجات اللي بتشوفها انها نقطة قوة في مروان محسن في الصلاح محسن في وليد ازارو كمان في اجهي اللي بيقدر يلعب الدور ده في مباراية بص انت عندك اربع فرودة بيكملوا بعض من وجهة نظر الشخصية واحد عنده السرعة الفائقة الصلاح محسن عنده سرعة رائعة جدا ولعيب رفساج الاهداف وليد ازارو لعيب لعيب عنده تحدي مقاتل داخل الملعب يعني انا وليد بيعجبني كتير جدا بالرغم الانتقادات الكتير اللي على وليد عشان السيزن اللي فات مكانش موفق ولكن بص شوف سوء التوفيق وارد في كرة القدم وارد بشكل كبير جدا معي العيد افتكر في سيزن من سنة من السنين كانت حسام حسن ما سجلتش فيها هدف جر هدفين اتنين وده يعني كابتن مصر وممكن من افضل والناس قالت له كفاية وفتراته لازم تعسزل وكتاب له مقالات وراح كسر الدنيا الفكرة هل انا بخلق فرص هل انا كفرود بقدر اخلق لنفسي فرص ولا لا هل بقدر العب على الجول ولا لا لو انا ما بقدرش هل على الجول يعني انا ضد فكرة ايه قصو ما جاتلوش فرصة انا ضد المخولة دي انا ضدها تماما يعني انت شايف ان الجزء من مهام الراس الحرب انت تخلق لنفسك فرص ده طبيعي جدا تخلق لنفسك فرص ما تبقاش فرود قوي عندك امكانيات لو ما خلقتش نفسك فرص داخل المباراة استحقال حتى لو بتلعب ايه يعني انا اسف كتبت للاهلي ورحت لقبت في سنة في سموحة جبت معهم تسع تسع هداف تمام وكانت سموحة لسه طلعين من درجة عني فهي الفكرة كلها هل انا باخلق فرص لنفسي ولا لا رقم اتنين ابتدي اسجل لو ما سجلتش ممكن انا عندي مشكلة احلها لكن المهم المهم الرئاسية بالنسبة لي ان انا ازاي اخلق فرصة لنفسي يبقى عندك تراي على المرمى اصلا ظبورك ان في محاولات على المرمى ولي ممكن يكون يعني عنده مضغوط الناس بتتكلم عليه الجمهور بيقول بس ما شايف الامكانياته فنية انا شايف الامكانياته رائع جدا 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 لعيب سبرينتر لعيب بيقدر يخلق فرصة لعيب مقاتل جدا افكرك بالهدف اللي سجله مع المصري المباراة السوبر المباراة اللي كانت منتهئة كلينيكيا كان خلاص راح لركلات الجزاء وقدر من ضغط يعني ضغط ضغطها طبعا كويس جدا على المدفعين مره جدا لكل المدفعين امش بقول كده عشان نفقنات الاهل يعني بكلمك كفرود فعلا عنده امكانيات محتاج محتاج شغل محتاج شغل عجول كتير جدا 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 فترة اللي فات يعني وليد لو هنفتكر نرجع بالذاكرة هو هدف الدوري سنة قبل فاتة يعني مش هنروح بعيد يعني مش نتكلم في سات موسم ساعتاشر هدف وقم احمد بلال جابت 18 كان احمد بلال كان هدف الدوري سنة بالسنين بتساعتاشر هدف صحيح هو كان جابت 18 هدف يعني ده معنى ذلك ان هو العيب بيعرف بيعرف سجل هدف بيعرف جيد جول جابت 18 هدف افريقيا ودي برضو حاجة يعني كبيرة جدا بالنسبة لعيب افريقي جي النادي الاهلي فعنده الامكانيات ممكن يكون مضغوط شوي ممكن يكون الضغط شوي محتاج ان هو يخف الضغوط عنه محتاج ان هو يشتغل كتير جدا على الجول مرة تانية عشان يقدر يكتسب السقة انت كل ما بتشتغل على الجول وتساجل هدف التدريبات حتى كمان كل ما تارت تكتسب السقة مرغم من اللعيبة اللي بتلعب جول بوكس بشكل كواس قوي بيقدر يستغل كل الكورات العرضية المتاحة بالنسبة له هو العيد دي امكانيات تخد بالك كل واحد فيه امكانات مختلفة اجرية ده اللي ممكن يلعب شادو سترايكر يعني تلعبه وراس حرب تلعبه تحت الفرود بتحركاته عرضية وتحركاته القطرية رائعة جدا 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 اه مش المان تارجت اللي ممكن تلعب عليه لو انت ضغط الفرقة في التمنتاش اللي بتحتاج موصفات تانية مختلفة لكن مورازة الزمالك اللي قدر رعبها هو مستريح جدا زي ما شفنا في الزمالك هو يمكن السوبرستار بتاع المبرأة والمانو في دماتش يعني لانت حركاته كلها رائعة جدا بيقدر تستخدمه في حتة الاستحواز سواء ازا كان الاستحواز السلبي او الايجابي لعيب عنده قدرات وامكانات محطة جيدة جدا بالنسبة لك يعني العيب بيقدر يوفع الكرة بشكل كويس اوي ويقدر يحرك اللعيب اللي جاي من وره عنده كمان ميزة انه يقدر يشغل الاتنين اللي موجودين معها على طرف الملعب سواء ازا كان الشحات او رمضان صبحي او الشيخ اي حد يقدر يشغله كويس اوي 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 الميزة دي موجودة عند اجاية مش موجودة برضو عند الاتنين اللي موجودين التانية فالنهاردة عندك يعني انا كان سؤالي هدف اني اوصل ان امكانات المجموعة اللي بتلعب دور المهاجم الصريح في الاهلي حاليا ومعهم اجايب يضاف لهم لانه بيلعب في المركز ده في بعض الفترات او بيقدي الدور ده كشادو سترايكر انهم كافين وانهم مجموعة امكانياتها تسمح بتحقيق الطموحات على مستوى الدوري افريقيا لو اجادوا ولو اشتغلوا على نفسهم كويس والجهاز ووظافهم كويس نصبوط لا احنا بص ما عندراش مشكلة بص انت النهاردة طرق اللعب لما اختلفت اصبح الخط الامامي هو المنط بتسجيل الاهداف اللعب الوسط المهاجم بالزبط يعني ال 3 الموجودين قدام لو هترب 4 3 3 و 4 2 3 1 يبقى انت بتتكلم في ال 4 الموجودين الفرود وال 3 اللي تحتي او ال 3 اللي بلعب في الخط الامامي هما دول المنطين بتسجيل الاهداف لو دول ما سجلوش هداف هيبقى عندك خلال كيبر جدا انت الشيحات النهاردة بقدر يسجل الاهداف رمضان صبح يقدر يسجل الاهداف اجي محسن زو كان صلاح او مران بقدروا يسجلوا هداف محتاجين بقى افشا وصالح جمعة في الحتة دي يبتدوا يسجلوا هي دي الحاجة بس الوحيدة اللي نقصوها انه يبقى البلايميكر بتاعك له تواجد جوة التبلطاش افشا بدأ كمان بداية مباشرة جدا حلو حاجة اللي تحسب للعيب وتحسب للجاز الفني كمان وتحسب للتيم كله على بعض لانك انت لما يدخل واحد جواك جوا الفرقة ويلعب أساسي يبدأ يلعب شكل أساسي تدي ينسجل بسرعة جدا خد بالك كرة الاهلي لا يحسب ان التدريبات صحة توظيفه صحة هو كمان امكانياته هو وثباته النفسي كرة الاهلي كمان تسمح للعيبة اللي عندها امكانيات عالية ان هي تنسجل بسرعة الاهلي بلعب كرة حديثة كرة يعني الهجوم بتاعها بيعتمد على المهارات أكتر منه من السرعات والانطلاقات ودي خد بالك بتساعد أول اللعيبة اللي عندها المهارة اللعيبة اللي عندها المهارات بتعرف تشتغل في الحتة دي في الجودة في الامكانيات دي وسط اللعيبة اللي بتشتغل بالامكانيات دي طب خلينا فكر معك فأكتر من سيناريو لو بتتمنى شكل هجومي للاهلي بتشوف ان المجموعة اللي موجودة في خط الهجوم لعبي لوسط المهاجم والفراودة اللي تكلمنا عنهم دلوقتي إمكانياتهم نفسك تشوفها بتلعب بالطريقة دي هتبقى بطريقة أربعة تلاتة تلاتة ولا أربعة تلاتة اتنين واحد بنلعب باتنين تحت رأس الحربة ولا بالشكل الكلاسيك بتاع زمان إن فيه قدام بلاي ميكر بيلعب قدامه اتنين فراودة وليه؟ إيه أفضل طريقة بص لو أنت بتسألنا أنا رأي الشخص يعني نفسي لا يلعب بقاني طريقة بالإمكانات الموجودة دي يبقى لك أيلعب أربعة واحد تلاتة اتنين أربعة واحد تلاتة اتنين عايز الأهلي يلعب بهافدفندر واحد وتلاتة لعيب يوسط مهاجم واثنين مهاجمين ده ريزك عالي أول لا تتكلم على قدرات الفريق تتكلم على الإمكانات الموجودة عندك تتكلم في كده في خمس مهاجمين اتنين فراودة وتلاتة وسط مهاجم بص ما هو التلاتة اللي في الوسط دول برضو شايل خط نص الواحد لا اخد بالك الثلاثة اللي في وص الملعب ما عندهم برضو دور دفاع دور دفاع أكيد سحيلا نعم هيبقى في حالة الدفاع هينزل اتنين بتاع الطرف دول يلعبوا مع اللعيب اللي بلعب في القلب واتتقلب الطريقة الاربعة ثلاثة ثلاثة في الحالة الدفاعية وعندك سبعة في خط الدفاع أنا بس بقول كده ليه لأنك أنت لازم أن أنت تقدر تستخدم الإمكانات بتاعتك اللي موجودة الإمكانات اللعيبة بتاعت النهاية اللي هي عالية جدا 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 واخد بالك أنت في بعض الأوقات محتاج توظيف اللعيبة بإمكانياتها يعني أنا نهاردة حمدي فتح ممكن أن أقف خط الدفاع تمام قدام الأربعة الموجودين الثنين الثنين السنتر باكس والباكريات والباكليفت وقدامهم حمدي فتح وتلعب اثنين في نص ملعب لما واحد عنده إمكانيات دفاعية ما واحد عنده إمكانيات جميع قابلين لاثنين أنهما يرجعوا في الحتة الدفاعية خط بالك أنت دايما المدرسة اللي بيشتغل عليها فيلر لو ركزت المبارات الزمالك هي مدرسة الضغط الأمامي من الخطوط الأمامي من التلت الأمامي تبدل دايما من التلت الأمامي فأنتigneش محتاج اللعيبة تلعب من ورا شوال بالطريقة دي وفي الفكرة ده محتاج اللعيبة تلعب من قدام الشكل القديمング اللي نشوف فيه مثلا لعيب من نوعات الطريقة الكلاسيك اللي هي بلايميكر وقدامه المثلس اللي هو قاعدته قدام المرمى المنافس رأس المسلس بلاي ميكر هنا يقدي دوره مسلا من دي عشا قدامه اتنين من نوعية نصلا أزارو فرودة أزارو صلاح محصن أزارو مروان هل الشكل ده بينتهي خلاص في العالم؟ ما بقاش مؤثر ما بقاش موجود ومش مفيد موس لما جوار ديولة يغيره هيتغير يعني لما جوار ديولة يبتدي يغير المدرسة دي هيبتدي يتغير تمام؟ لأنه هو اللي هو صاحب المدرسة بتاعت 4-2-3-1-4-3-3 هو صاحب المدرسة اللي هو دايما المسلس قاعدته اللعيبة الوسط المهاجم ورأس المسلس هي الفرود الزبط والاتنين اللي بلعبه قدامهم هم دول اللي بيسجلوا الأهداف هم دول اللي هدفين بتوع الفريات لما يخد بالك هو بيدور في الفرقة اللي بيروحها بيجيب اللعيبة اللي تناسب فكره لكن النهاردة بتختلف مع واحد على عكس واحد تاني النهاردة جوار ديولة بيدور على واحد زي دي بروين بيعرف يعمل حتتين بلعب متفلدر وفي نفس الوقت بيسجل أهداف بيعمل أسست تمام بيدورة راحت زي رحيم ستيرلينج بيعرف عنده سرعات وعنده إمكانات أنه يسجل أهداف ناحة تانية راد محرز أو برناردو سالفا الاتنين بيعرفوا يسجلوا أهداف ويصنعوا أهداف عنده مان تارجت بس دايما هو بيشتغل على الفرود الصريح مش الشادو سترايكر يعني دايما بيشتغل الحتري عشان كده النهاردة شايفين أجوير هو المحطة الرئيسية يعني أجوير أنا بشوف أن أجوير أقربهم للفرود الصريح أقربهم للرقم تسع في فرقة تانية بتلعب بنفس التشكيل بس ما عندهش نفس الإمكانيات عشان كده ممكن تحس نفس الطريقة نفس الطريقة بس ما عندهش لعيبة بالإمكانيات يعني ليفربول بلعبه بطريقة مختلفة ليفربول أربعة ثلاثة ثلاثة يعني مش أربعة اتنين ثلاثة واحد زي المنساتي ما بيلعب لا بيلعبه أربعة ثلاثة ثلاثة هي المكانيات بتاعتهم دايما ما بيعتمدش على البليميكر يعني دايما في ليفربول ما عندهش البليميكر صنع الألعاب اللي يقدر يمسك ويباص لا هم بيعتمد على السرعة أكثر هو الأكتر في التلاثة اللي بيأدي الدور ده فرمينيو لكن في النهاية بيلعبه تقريبا على خط واحد فرمينيو صلاح ومانيه بص فرمينيو بص فرو يعني هو رقم تسعة بس ما بيقومش برقم تسعة قوي هو بيسقط تحت شوية بيلعب على طرف شوية بس مش لتحت قوي يعني مش تاوي البليميكر بتاع الفرقة برضو لأن هم دايما بيعتمدوا على السرعات أكتر وما فرقة عندها يعني انتقال سريع جدا طب غير غير كل ده وفاجئ نادي الزمالك أعتقد أنها كانت مفاجأة الفريق الزمالك والجهاز الفني في ماتش السوبر أنه ما يبدأش بولا اسمه من الأسماء اللي بتلعب فراودة في الأهلي اللي هو رقم تسعة ولا أزارو أو مروان محسن أو صلاح وبدأ بأربع لعيبة وحط أجاية جنب الثلاثة أفشة وحسين الشحات ورمضان صبح وده نجح جدا في أنه يعمل ضغط كبير جدا على فريق الزمالك أنه بيلعب بأربع لعيبة من اللي عندهم قدرات هجومية عالية وعندهم مهارات وعندهم قدرة الدريبلنج أو المراوغة الطريقة دي نجحة جدا في المباراة دي شفت بداية الأهلي في ماتش الزمالك أخذ بالك ما أنا قلت لك عشان المدارسة بتاعتها أو الفكر اللي بيفكر فيه هو الضغط من الحتة من نواح الأمامية أنه أنا بضغط من قدام عند دفاعات الزمالك القدام من خطة من التلتة الأمامية وده بتفرق أخذ بالك مع بعض المدربين محتاجة لعيبة بالإمكانيات دي عمر السلية في المباراة دي ممكن أن عمر السلية مش شفتوش كثير فاية لكن المباراة دي كان فاية جدا جدا كان بيلعب صح أخذ بالك أول مرة الاثنين المدفلدرز بتوع النادي الأهلي ما بلعبوش على خط واحد دايما كان واحد متقدم هو كان دايما عمر السلية في الحتة دي متقدم عشان يعمل عملية الضغط النادي الأهلي كان التحول بتاعه سريع جدا من حتة الدفاعية لحتة الهجومية كان لما بيدغط كان بيتحول بسرعة جدا اللعيبة عندها مهارة وعندها سرعة انت اللعيبة اللي على طرف الملعب الاثنين الموجودين سوى إذا كانوا مدان صبح أو الشحات عندهم مهارة وعندهم سرعة الحقيقة قفشة في المبارادي عمل مباراة رائعة جدا 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 كان حلقة فعلا وصل ما بين اللعيبة الدفنس واللعيبة الفروز اللعيبة في الهجوم عشان كده لقيت النادي الأهلي بشكل مختلف شوي الخطوط كلها متقربة مع عضاها النادي الأهلي كان بلا بحوالي تقريبا 40-45 متر في كل الملعب هو في ناس كتير شايفة الدواته ده حمدي فتحه وعمر السلية بيرجع سيناريو يعني من أفضل ويشبه أفضل الدواتات اللي لعبت في المركز ده في طريق الآن القدرات الاتنين والميكس في طريق أداءهم حمدي فتحه يؤتقنه الشديد للدور الدفاعي ويحرز أداء في حيانا وعمر السلية اللي بيقوم بالدورين بيقدر يلعب في بعض الأحيان بيتقدموا عنده جورة هجومية وكمان هافض فندر قوي جدا من عشان كده بقولك المدرب لما يقرى اللعيبة بتاعته بسرعة عوي بيقدر يستفيد منهم بسرعة جدا يعني أنا مبارزة هاي كده حطيت السلية قدام شوية حطيت حمدي فتحه في الحتة الدفاعية الخط الدفاعية بس مش على خط واحد دايما فيه ميلان الميلان ده فيه عمر السلية اللي قدام دايما في الحتة اللي قدام عشان يبتدي يضغط حيات الزمالك يعني عشان تقرأ الفرق اللي قدامك بشكل كويس قوي وتلعبهم بالشكل داي بأنت قدام مدير فني بيخطط كويس يعني النهار ده مستر فييلور أكيد شفرة الزمالك عارف إن أهم العناصر المميزة كدفرة الزمالك هاي الحتة اللي في القلب طرق حامل فرجان الساسي هم دول اللي بيشتغلوا هم دول اللي بيصنعوا لنادي الزمالك الهجمات هم دول اللي بيقطعوا وبتدي فرجان الساسي يشتغل لما تبتدي تضغط عليهم النص ملعبهم ويبع عندك كسافة عددية في نص ملعب نادي الزمالك ما تديش فرصة لنادي الزمالك إن هو يبتدي يشتغل الكرة الطبيعية بتاعته أنت عملت شلل للعيب نادي الزمالك لأن الكرة ما كانتش بتوصل للخط الأمامي بسهولة كراتنا كانت بتوصل للخط الأمامي كانت بتوصل كرات كلها طويلة عشان كده ما شفناش خطور نادي الزمالك طول الشوت الأولى ونهي لحد تقريبا ديئة 60 مسيطر على المبارات أمامي أنت بقى خلاص أنت تصابت تصاب منك اتنين لا لا ما نتكلمش عن الجزء الأخير من المبارات لكن أنا بكلمك بكلمك في طبيعة الأداء وطبيعة اللعب أنك درست الخاص من كواس أوفة بتاعت تشتغل عليه ناكحة الخطة دي مع النادي الأهلي بالشكل ده لأنك قدرت توظف إمكانيات اللعيبة اللي عندك صح قدرت تستغل العام رسولية في الحتة الأمامية يبقى العيب بيضغط من الحتة اللي قدام حمدي فتحي كان هو الستار أو الكافر على لعيبة النص على لعيبة النص ملعب اللعيبة اللي بيلعب في الحتة الأمامية هو اللي كان بيعمل التغطيات سوى زكاة ناحة المين أو الشمال التقدم بتاع يمكن أحمد فتحي وعلي معلول كان بحسابات في المباراة دي وعلى فكرة يمكن أنا بقول يعني مستر فيلر يعني إدانا وجه جديد وصورة جديدة لعلي معلول في المباراة دي يمكن إحنا دايما متعودين إن أطقا دور الدفاع بالضبط إن علي معلول دايما لعيب مهاجر لكن النهاردة لعيب عنده لا عنده إمكانيات كبيرة في الحتة الدفاعية التزم بشكل كبير قوي نهاردة ما شفناش حمد النجاز فوالة كرة بلعب في الخط الهجومي يمكن لو تتذكر السنة اللي فاتت كانت الأمور مختلفة شوية كان حمد النجاز كان من أفضل لعيب كان عرضياته كتير في المباراة في المباراة الأمامية معلول أدى نهاردة علي معلول اكتشفنا إن لعيب عنده عنده إمكانيات دفاعية كبيرة جدا كان واقف صح متمركز بشكل جيد حتة الدفاعية أدى بشكل جيد جدا جدا ودي يخد بالك برضو تحسب للمدير الفني لأنه أخد دلك أنا أنا بطبيعة لو أنا بهاجم أفضل أهاجم لكن لو أنا النهاردة المدير الفني إداني يعني تكليف معاين إذا تكليف الحتة دي أقدر بساعتها أنا أكتشف نفسي في المكان وفتحي كمان أدى مباراة بشكل رائع جدا مالك أكثر رائع سواء دفاعيا أو هجوميا لا فتحي رائع من أفضل اللعيب اللي موجودين طبعا طيب خلينا نتكلم شوية عن تصريحات نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا كانت الوليد صلاح الدين أصدقاء زملاء ملعب وخبرات كبيرة رأيوا أن النادي الأهلي حاليا بعد الصفقات الجديدة بيقولوا بيتكلم كمان عن الجنود المجهولة اللي عقدت الصفقات دي وخططت بالشكل ده بيقول أعتقد أن الأهلي حاليا بيمتلك أفضل مجموعة لاعبين في مصر وفي دوري أبطال أفريقي رأيك إيه في الكناة طبيعي أخذ بالك إحنا كل سنة بنامتلك نفس العناصر بس هي الفكرة كلها مش فقط أنك تمتلك عناصر جيدة فكرة كلها أنك يبقى عندك العناصر دي تبقى مكملة لبعضها أنا يبقى ممكن يكون عندي أحسن ثلاثة فرودة ملعبش غير بفرد واحد وأحسن ثلاثة بنص ملعب ولعب واحد بس تمام لكن النهاردة أنا عندي في كل مركز اتنين مهمين جدا 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 يعني النهاردة النادي الأهلي ممكن من سنتين كان عنده صغرات في بعض المركز وكانت صغرات واضحة للجميع كلها في الميت فلدر كان عنده صغرات في الحتة دي في السنتر فلدر كان عنده صغرات في المكان ده في المساكين في المساكين كان عندنا صغرات في الحتة دي كان عندنا صغرات واضحة للجميع النهاردة النادي الأهلي بالتعاقدات اللي عملها يمكن حياة من يناير اللي فات بيحاول أنه هو يعمل فرقة متكاملة ما فيش طبعا فرقة متكاملة على مرة العصور في أي فرقة في العالم لكن بتحول تصل لنسبة 90% من اكتمال العناصر بتاعته يعني النادي الآلي من ناير لحد النهاردة لحد يعني ما تقفل الباب الانتقاط ما تقفل في شهر 8 اللي فتاة 8 والنادي الآلي يمكن عمل صفقات فعلا في أماكنها عشان كده احنا بنقول ايه أو احنا الكلام اللي تكلمنا قلنا إن من أفضل الحاجات اللي اتعاملت في شهر 8 الصفقات اللي هي اللي جات يعني مجدي أفشا محمود متولي العناصر دي بقيت أساسية في الملعب خد بالك هما ثلاث صفقات اتعاملوا في شهر 8 اللي فات هما الثلاثة اللي انت محتاجهم الموضوع مش بالكثرة مش إن أنا جيب 40 لعيب وعاد 20-30 منهم برا على ديكة البودلاء الفكرة كلها إن أنا بجيب اللعب لها في مكانه هي دي الميزة وفي تجارب للنادي الأهلي في فترات سابقة كان بيبقى فيه تعقدات بعضها مميز وبعضها ما بينجحش ما بيشاركش وبيقعد فترة وبيقالوش مكانه وبيبحث له عن تجربة خارج النادي الأهلي المميز في الصفقات دي إنها خلت 50% من الفريق من اللعيبة الجداد خد بالك مين فيه خمسة في الملعب من اللعيبة اللي جات في الصفقات حسين الشحات بيلعب حاج دي أفشا بيلعب حاج دي أفشا بيلعب حاج دي أفشا بيلعب حمدي فاتحي مجدي أفشا ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم محمد متوالي هما خمس أليو ديانج في الموصول الفائد يعني يكلم عن ست لعيبة جداد في النادي الأهلي طبيعة الحال وهو طبيعة الحال أنا لما أجيب لعيب لازم أكون شايفه أنه ممكن يستحق أنه يكون موجود لازم أكون شايف شخص الشخصية بتاعته وقدراته الفنية تسمح لي أنه يلعب يعني أنا دايما بقول إيه بقول إيه الأنديات كبيرة لما بتتعاقد بتدفع أرقام كبيرة عكس أي نادي تاني يعني أنا النهاردة لو بشتري لو فرقة أنا بتشتري أليو ديانج مش هيدفعه فيه زي الأهل ما بيدفع لأن النادي بشتري بقيمته وضوضع طبيعي قد بالك يعني لكن أنا وأنا بشتري ببعندي تقييم مختلف شواء يبقى أنا شايف أن العيب ده ممكن في وقت من الأوقات أنا بشتري بجنيه النهاردة أو بمليون دولار العيب ده بعد سنتين ثلاثة هو الأعتقد اللي الناس متطمنا له أو يعني ما يسعد جماهير النادي الأهلي أن الصفقات مؤثرة بتشارك وعمل فرق في المعاك أكيد يعني الفريق كمان اللعيبة الجديدة تققلت الفريق جدا وشاركت ومع النجوم الموجودين قبل الانتقال للأسماء الجديدة دي الفريق بقى بنتكلم في 50 أو 60% من قوام الفريق أسماء جديدة كلها مؤثرة كلها بتشارك والجمهور راضي عن مستوى دليل ثقة فيلر في اختياره لهم في المباراة بص خد بالك أنا عايز أقول لك على حاجة يمكن دي من الحاجات اللي أنا كنت تبقى نادي بيها من زمان بقول مش دايما تسيب المدير الفني اللي يختار يعني أنا أنا بقول الفرق الكبيرة لما بتيجي تتعاقد مع مدير فني خد بالك مش عايز أقول مجهول الهوية ولكن بتتعاقد معي سنة بسنة موسم بموسم يبقى أنا دايما أنا اللي اختار أنا كنادي أنا اللي اختار ليه دور في التصديد ده طبعا لأن النهاردة أنا جبت مدير فني ما قداش بشكل كويس لم يوفق هيمشي ويجي واحد غير فكرتني بكلامك قلت كلام مهمة أوي حينا كنا بنتكلم تريبا من سنة وكان عندك تحفظ قلت أنا بتمنى شوف أن الأهلي لما بيختار العيب بيختار صبقات سوبر عايز اللعيب اللي ييجي اللي هو جاي زي اللي موجود عندنا في النادي وأحسن صحيح جاي يشارك ويضيف أو بلاش التعاقد معاه كنت بتتمنى تشوف ده كنا بنتكلم إنه محتاجين الصفقات قبل انتخالات يناير قبل انتخالات يناير اللي فات عشان كده بقولك أنا الشيء اللي أسعدني السنة دي إنك إنت اللي بتختار كنادي أهلي لأن إنت لو سبت المدير الفني يختار وفشل المدير الفني مع اختياراته هتبقى أنت والنادي هيدفع تمن ده والمدير الفني في الآخر أنت مجلس إدارة وانت في الآخر كنادي أنت اللي هتدفع تمن سوء اختيار المدير الفني في الآخر في الآخر المدير الفني بيمشي وتصحيح ده بيبقى عبق على الجهاز الفني اللي جاي عبق عليك ماديا عبق عليك عددا كمان العيبة اللي أنت بتختارها دي خلاص ممكن يحصل فيه بعض المشاكل وبعض زي ما شفنا في أنديها كتير جدا بيحصل مشاكل مادية حول الأمور المادية والاختلاف وبعندك مشاكل في القائمة بتاعتك سوء زكاة القائمة الإفريقية والقائمة المحلية لكن أنت لما تختار أنت خلاص عندك العين الرؤية خاصة أن أنت يعني اللعيبة الأفارقة بالنسبة لك مش محتاجة تغير فيهم كتير لأنهما لعيبة إمكاناتهم كبيرة إمكانات عالية عندك الخمس لعيبة تقريباً أربعة منهم بلعب يعني تقريباً في المعلعب والباقي كله مصريين فأنت عندك عين تقدر تشوف وتقرر مين اللي عنده الإمكانات اللي ينضمن للنادي لها يعني عشان كده بقولك أنت السندي عملت تقريباً ثلاث صفقات تقريباً التلاثة بيلعبه يعني جبت مجد يأفشا محمد متولي أليو ديانج دي صفقات أليو ديانج لسة طبعاً في مرحلة الفن اللي يشتري هي لجنة بتدير الكرة القادمة في النادي لأنها المسؤولة بعد كده لأن بعد كده المدير الفن هي يمشي محمود وحيد كمان من اللعيبة اللي جات في انتقلات يناير برمد محمود مستوى رائع يعني برضو من الاختيارات الجيدة جداً في مجموعة اللعيبة اللي نعمت في انتقلات يناير أنا بشوف أنك أنت الموسم ده سوبر في استفقات من وجهة نظر الشخصية حتى لعبة اللي تصابت هل الأهلي أصبح جاهز أو بيمتلك العناصر اللي تخليه يرجع بقوة في أفريقيا الموسم ده كابتان بلال بشكل كبير ده آخر سؤال هنختم به إيه اللي محتاجينه اللي بتشوف أنه بتتمنى تشوفه من الجهاز الفني واللعيبة في الفترة الجاية علشان ان شاء الله يبقى سيناريو مشوار الأهلي في طولها الأفريقية أفضل كتير من المواصل محتاج حاجة واحدة بس أن المدير فني يدرس أفريقيا بشكل كويس قوي يشوف الأجواء يتعرف على الأجواء الأفريقية الملعب الأفريقية بشكل كويس وده لم يحتاجين وإحنا عندنا الإمكانيات عندنا اللعيبة تبص على كل اللعيبة اللي موجودة في الملعب كلهم عندهم خبرات أفريقية فبالتالي انت ما عندكش مشكلة في حتة اللعيبة مشكلة بقى في المدير الفني أنه يتعرف على أفريقيا بشكل كويس قوي يدرس أفريقيا يشوف المباراة النادي الأهل العباء سوى إذا كان المباراة اللي فيها الظلم التحكيمي أو المباراة اللي بتلعب يشوف بقى المشكل اللي بتواجهنا في أفريقيا وده مشكلة معتقدش ديها هتمثل مشكلة بالنسبة للمدير الفني يتعرف على الأمور دي دور الستاشر قادم هتبقى فرصة جيدة لمستر ريفير أنه يتعرف بشكل جيد جدنا على بطول إفريقيا وأعتقد إن شاء الله لو استمرين ومشكلاتها وطبيعة مشكلاتها اللي احنا بنواجهها دايما الحر بقى والمسافات والصفر والأخطاء التحكمية عدم وجود الفار في بعض المباراة حاجات أفريقيا صعب ليس برضو أفريقيا قدامها شوية عشان يعني تصل يعني لجزء كبير جدا من أوروبا عشان كده بقولك لو المدير الفني قدر في الدور الستاشر أنه يتعرف بشكل كبير على الأجوال الأفريقية أعتقد وشكل أداء الفرق الأفضل شوية بالأفريقيا اللي هي بتبقى منافس حقيقي لنادينا هي الأجوال الأفريقية ما أفضل توظيف لنجومنا أكيد لا هو عمل دا من البداية هو عمل دا كويسا هي الفكرة كلها أنت تتفرج على الموراة اللي جاية أعتقد هتشوف فيه ثبات إلى حد ما في التشكيل هتشوف فيه ثبات في المستوى إلى حد ما كبير جدا من نسبة للعيبة اللي بتلعب التغيير هيبقى على أضيق الحدود سيبقى فيه تغيير يعني المجد نظري أنه رجل الله بيتبع السياسة أنه هيبقى فيه تغيير لأنه كمان ما يال لفكرة أن أي ظروف أو نتيجة أو طبيعة منافس تسمح بأنه يجرب عدد من اللاعبين اللي مش بيشاركوا بيعملها أكيد عنده اتجاه ودي ميزة على الفكرة دي ميزة وتخلع نوع من النوع التنافس داخل اللعيبة خلي في حافظ بالزبط بشكرك جدا على وجودك معنا كابتن أحمد بلال نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا أسعدتنا بجودك معنا النهاردة وبشكرك شكرا شكرا ودائما حواراتك ممتعة شكرا جزيلا بشكر حضراتك على المتابعة نهاية هذا اللقاء وهذه الحلقة من حلقات الأهلي الليلة وبشكر ضفنا ونجمنا الكابتن أحمد بلال شكرا على حضراتك على المتابعة وإلى اللقاء